ونظرت من جهة الجزائر من جهة وطني الأسير نظرت على أن أستمع من الذين شنفوا وصدعونا بفلسطين ظالمة أو مظلومة نظرت لأرى ماذا يحدث هناك هل خرج تبونهم ليقول خطبة عصماء يدافع فيها على الأقل كخطبة يدافع فيها على الشعب الفلسطيني الذي قال أنها قضيته هل خرجوا وزراء ينددون بالكيان الصهيوني وبأفعالهم وبجرائمهم هل خرجوا على الأقل ليكونوا مثل الوزير الإسبانية سفراءهم وقضاتهم وولاتهم وجنرالاتهم في الجزائر ليقولوا شيء من ذلك هل خرجوا أبدا إنهم كان هناك تهويل بأن هناك مقابلة ودية تجري بين الجزائر ومصر أين؟ في دولة المسخ في الإمارات مقابلة مقابلة كرة قدم ودية بين من؟ بين من يحكمون مصر وهم جنرالات من أعفا وأقذر وأجبا الجنرالات مع من؟ مع الجزائر التي يحكمها يتحكم فيها أقدر وأجبا وأبشع الجنرالات يهمهم الآن كرة القدم يريدون أن يجعلوا من كرة القدم هذه مش إله آلهة موزعة في كل مكان ويا ليتهم نجحوا يا ليت لدينا شيء يسمى كرة القدم في الجزائر آخر الصفعات أنه لا البطولة الإفريقية للـ 25 ولا الـ 27 في فضاعات هائلة ويخرج المدرب الفريق يقول ليس لدي ملعب ألعب فيه مع ذلك ما زالوا بعد أن أغرقوا البلاد بالعفيون بالمخدرات بالمهلوسات بالهيروين بالكوكايين ما زالوا يتحدثون على كرة القدم أي سفهاء أبتلين بهم أي سفهاء أبتلين بهم أي خبثاء أي تافهين أبتلين بهم إني أرى أن هذه المعركة ستزلزل العروش وعروش العسكر في مصر هي أيضا على المحك وقد يلحقها عروش وعش شنجري حوما معه إني أرى والله أعلم أن هذه القضية قد تذهب بعيدا فقد خرج الإيرانيون قبل ساعتين على لسان وزير خارجيتهم ليقول من أن ما يسمونه بمحور المقاومة قد يتحرك في الساعات القادمة إذا ما تحركوا فإن حربا شاملة قد تقع ليس فقط بين حزب الله والكيان الإسرائيلي وإنما أيضا ربما قد يتحركون ربما أقول ربما قد يتحركون من جهة الجولان وفي هذه الحالات فإن تدخلا أمريكيا سيكون حتمي فأمريكا أرسلت بارئ بوارج حربية بما فيها حاملات طائرة واحدة ثم ألحقتها بثانية وقالت أن هناك ألفين جندي الآن يتحضرون لدعم الغزو الصهيوني لغزة وبايدن صحيح أنه حذر من احتلال غزة ولكنه يشجع نتنياهو على إنهاء ما يسموه بإنهاء حماس هناك بل أن بلينكن الذي قضى خمسة أيام وبدأها من تل أبيب قائلا أنه يصلها كيهودي وليس كشيء آخر يقول وقد التقى بالسيسي والتقى ببن سلمان والتقى بحاكم قطر والتقى بآخرين يقول كان قد جاء لكي يتم طرد الفلسطينيين من غزة إلى سيناء ما زال السيسي متمنعا لكن إلى أي حد فأيديه مليئة بالدماء والشعب المصري يجوع والكبار الجنالات في مصر يستعبدون الشعب المصري والغرب يعرف هذا جيدا ويعرف أن النظام المصري بيته كبيت العنكبوت فربما بعد ضغوط معينة خاصة إذا خافوه من أنهم قد يحاكمونه على مرتكب من مجازر قبل عشرة أعوام في ساحات مصر فإنه قد يقبل بالتوطين صحيح حتى بن سلمان أبو منشار الذي يسجن الآلاف من السعوديين من أحرار السعوديين علماء وأطباء وحقوقيين نساء ورجالا هو أيضا يزعم بأنه ضد توطين وتهجير الفلسطينيين من غزة يقولون هذا في الوقت الراهن لكن نحن نعرف أنهم دماء وأن أيديهم ملطخة بالدماء وأن القوى الغربية تمتلك عناقهم وتستطيع أن تخضعهم سنرى ما يحدث في ذلك خاصة مع الموقف الإيراني هل ستكفر سيكفر ما يسمى محور المقاومة على جرائم البشعة التي ارتكبها في سوريا وإلى حد ما في العراق هل سيكفر عن ذلك وينتصر للحق أم أنها كالعادة جعجع لن تذهب بعيدا ومناوشات صحيح أن هناك مناوشات في حدودها ثلاثة أربعة قتلة يوميا من الجانب اللبناني وربما قلبي قليل من ذلك من الجانب الإسرائيلي لكننا لكن إيران تحكمها تحكمها مجموعة من رجال الدين وهؤلاء ينظرون العالم من خلال المذهب الشيعي الاثني عشر ومن خلال هذا المذهب وقناعاتهم وعقائدهم قد يفعلون ما لم يكن متصورا قد يفعلون ما لم يكن متصورا إلى أي حدود طبعا إذا دخلت إيران حرب إذا دخل حزب الله فإن الأمور ستشتعل في لبنان وستشتعل فيما يسمى بشمال إسرائيل أي قل شمال فلسطين المحتلة وربما ستتوسع الأمور لتسقط عروش وأنا أقول أن من بين العروش المؤهلة للسقوط الآن هو عرش الأردن أساساً وربما معها البحرين وقد لا نستبعد عرش جنيرالات مصر مع عدم استبعاد جنيرالات الجزائر أيضاً هؤلاء كلهم مؤهلين الآن للسقوط ترجمة نانسي قنقر